موسيقى مساء الخير هي قامة فنية كبيرة بدت مشوارها الفنة وهي وصغيرة حفرت بالصخر متل ما بقول المثل حتى صارت للفن والالتزام مثال أنت جت ومثلت هي نجمة من زمن الحب دايما بتصبح ضد التيار ولعمرة راحت اسم فلوسة من عرق جبنها قررت السباحة حتى وصلت لشاطئ الحب صار عاية صراع الأبطال حتى توصل لهالمكانة اللي وصلت له هلأ الممثلة الأديرة والفنانة اللي منفتخر فيها نحن بالعالم العربي كله أهلا وسهلا فيك سيد ساميرا أحمد أهلا بك أنت ونورانا وبيروت كلها حبيبتي أكيد أول شي منورة بلدك مصر والكاهرة خاصة أم الدنيا أم الدنيا طبعا تشكرة جدا منورة شاشة الأوتي في أكيد وبرضو بشكر الأوتي في وبشكرك على أنك جيت مصر عشان تعملي المقابلة دي وأنا سعيدة أن أطلع على الأوتي في حبيبتي نحن سعيدين أكتر بداية خلينا نبلش بالمسلسل اللي كنا كلنا ناطرينه برمضان وما شفنا مسلسلك طبعا اللي الكل حيشوفه طبعا بعد رمضان رح تبلشه التصوير وفي ممثلين كتار موجودين معيك ورح تحكي لنا عنه بالحب هنعدي بالحب هنعدي أصل الاسم ده بيحسسني أن احنا هنعدي من كل حاجة من كل حاجة ودي أنا قلتها للسيطة الرئيس المسلسل ده يعني معمول عشانك إنت عشان بالحب هنعدي وسيطتك هتعدي من كل حاجة الأزمات إن شاء الله أي متى ساميرا أحمد عدت بالحب من كل شي شوفي أنا ما بحبش أقول أنا حفرت في الصخر لأن ده كان لازم أعمله عشان أعمله عشان أوصل للي أنا فيه أنا بحس إن دي السعادة ودي الدراسة اللي أنا درستها فما بحسش إن أنا حفرت في الصخر ولا تعبت ولا أي حاجة كل هيدا الطعب هالرحلة الكبيرة ما بتعتبرية طعب؟ لا أنا بعتبرها ده مشوار كان لازم أعمله عشان أوصل فدي سعادة لي بالنسبة لي كان سعادة ما كانش طعب يعني لكل اللي بيطعبوا هلأ وبيقولوا عم نطعب عم نطعب عم نطعب شو بتقيلينهم إن كان بالتمثيل ولا بيكان بالعمل الإزاعي ولا التلفزيوني شو بتقيلينهم اليوم؟ ما هو لازم يتعبوا يعني لازم تتعبوا ولازم تتعبوا عشان تقدموا حاجات تفخروا بيها بعدين ودي سعادة ما تبقاش تعب تعرفي نحن هلأ زمن السرعة كل شي بده بسرعة ليوصل مشان هيك بس يتعب شوية بقول أنا تعبت كتير يعني تعبكم ما بيصوى شيء ديما التعب اللي بتعطبوا هلأ على فكرة أنا أبتدي تصوير يمكن أبقى تعبانة في البيت إنما أبتدي تصوير في منتهى النشاط ولا أحس بأي تعب هيدعشكك للمهنة؟ آه طبعا فأنا ما بعرفش إن أنا يعني مش حاسة إن أنا تعبت في حياتي لأ كان لازم أعمل كده كان لازم أكافح يعني من أول السلم كان لازم أعمل ده عشان أوصل وصلتي فعلا والحمد لله يعني طبعا الحمد لله طبعا وصلتي ونجمتي طبعا هم اللي خلوني أوصل يعني مش حب الناس طبعا طبعا وابتسامتك الساحرة اللي بضل مرافقتك وينما كان عم نتعلم منك نظلنا مبتسمين هيك تنعطي أمل لكل المشاهدين والحياتي طبعا لازم لازم الأمل ده مهم جدا في الحياة في كل حاجة في كل حاجة ابتسامتك ما بتفارقك شي غريب الكل بلاحظه ما شاء الله حتى لو كنت في حالة اكتئاب أو زعل حوزني شوية هتلاقيني عاية توضحك في نفس الوقت الحمد لله الحمد لله يا رب خليني رجعك شوية على المسلسلة نحكي أكتر شوية عنه مين مشارك فيه؟ معايا نجوم كبار جدا ومعايا زملة أنا بعتز بيهم زي الأستاذة حسين فهمي أكيد واجهة لطحية يوسف شعبان يعني ده من البدايات كان معايا وخصوصا في أم العروسة وهحكي لك على موقف بعد كده أنا ما أقول لك الأسماء اللي معايا الأول مع يوسف شعبان ومعايا الأستاذ خالد زكي وهادي الجيار ومحمد عادل والحبيبة اللي أنا بحبها رانيا فريد شوئي كلنا منحب موجه لها تحية طبعا طبعا موجه لها تحية طبعا لو والدها المرحوم المرحوم اه اشتغلت معا كتير كمان رح نحكي عن هالشغل كله وعن المواقف كمان طبعا ويمين تي يعني شوفي أنا قلتلك كده مجموعة مختصرة شوية إنما في مجموعة بيرة قوي هيشاركوني كضيوف شرف يعني بعتزل لو جدت الأستاذة نبيل عبيد والأستاذة بوسي فهيشاركوني في العمل إن شاء الله عمل رائع فعلا يعني كأنه عم نسترجع بهذا العمل الدراما القديم اللي ربينا عليها بإذن الله مع احترامة لدراما الموجودة هلأ طبعا الموضوع كتبه أنا بعتبر الكاتب ده عبقري أنا في نظري عبقري هو أعمالي ماما في الاسم وماما في الاسم ما بتروحش من بالي ولا من الناس يعني كتير قوي يقبلوني يقولولي احنا زيك في ماما في الاسم وطرهم بتروح لقسم يعني معقولة تروح لقسم يعني طب هو يقال أنه هو كأنه الجزء الثاني من ماما في الاسم لا هو مش الجزء الثاني هو موضوع مختلف جدا إنما كتبه بعبقرية جميلة الأستاذ يوسف معاتي وأنا بواجه له من هنا مليون تحية على كتبته على حواره العظيم اللي كتبه حقيقي طبعا من إنتاج الأستاذ صفوت غطاس أستاذ صفوت وجه له تحية أكيد وبرضو من موجه له تحية يعني إنما لأن العمل ده كان لازم يتعامل عن طريق صفوت لأنه محتاج لوقت طويل ومحتاج للستوديو زي بتاعنا صفوت رحلة طويلة معك طبعا نجاح كبيري سوا إذا بدنا نقول إن شاء الله طبعا نجاح في الإنتاج وفي المسلسلات اللي اتعملت لي يعني كفاية امرأة من زمن الحب امرأة من زمن الحب ده من من الأعمال برضو المرحوم من أستاذ أسامة أنمار وكاشا الكاتب الكبير ومن أحب المسلسلات الناس فكراني لغاية دلوقتي ده معمول تقريبا من عشرين سنة لكن أبو سألاقي الناس الشارع بتندهلي قبل وفية باسمي في المسلسل طب يعني ست ساميرة فيه شي غريب يعني منلاحظ أنه المسلسلات القديمة والأفلام كمان راسخة بدماغنا يعني منتذكر كل المواقف اللي فيها ليه الدراما الموجودة هلأ مش هيك طبعا ما احترامنا لكل الممثلين عم بمسعوا بهذه الدراما وعم يطعبوا طبعا فيه ممثلين عظام عاملين أدوار هيلة ولازم نبطل شوية الضرب والبلطجة والسجاير والمخدرات والحاجات دي اللي أنا ما بحبهاش وإهانة المرأة عم بيكون في ألفاظ نابية وألفاظ نابية أخيرا بقيت ألاحظ في المسلسلات اللي معروضة حاليا أن الصوت بيروح في المسلسلات دي في اللقطات دي تحسي أن فعلا اللفظ ده ما كانش لازم يتقال لكن بعضه برضو فيه يعني وبقى طالب بقى طالب ب لازم نخلي بالنا شوية لازم إنما السجارة لوقت مش وقته حتى أنه يتشير فيها سجارة مش معقولة مش معقولة يعني دي ما فيهاش طبيعة خالص دي حاجة من الحاجات عم بتحس شوية الأدوار مصطنعة عم بتكون ما فيه الطبيعة اللي كنتوا أنتوا تعملوها بتهايقلي كنتوا طبيعيين أكتر بالمسلسلات بتهايقلي خصوصا في أفلامنا الأديمة يعني أنا بقابل ناس كتير قوي بيقولولي إحنا بنتفرج على الأبيض ويسود طبعا ولا زلنا رغم أن أنا عملت برضو أفلام ملونة إنما يعني الأبيض ويسود بيشد الناس إله نكهة خاصة لا حاجة غريبة جدا وعندنا الحقيقة برنامج في التلفزيون المصري اسمه ماسفيرو زمن وماسفيرو زمن ده من من القنوات الرائعة بالنسبة لنا لأنه بيجيبوا كل حاجة كل حاجة فات عليها زمن كل حاجة حتى المقابلات حتى المقابلات حتى المقابلات حتى المقابلات بيسترجعوا هلأ الدراما الموجودة اللي قطعت برمضان شو حضرتي منها؟ أنا بتفرج على كل حاجة لكن بحاول أتفرج علشان أحكم على بعض الأعمال أو أشوف ممثلين جداد فأنا شافة وجوه بنات كتيرة أوزال أمر أولا يعني وأنا بحاول أختار من من ده زي ما أنا اخترت أحمد فهمي في ماما في الإسم أنا اللي اخترته في صباح الخير يا مصر وكلمت المعيدة قلت لها دخليني على الهواء وكلمت أحمد فهمي فهو ما كانش بصدق إنه نقل على التليفون شو اللي جزبك فيه تختارتي أحمد فهمي؟ حسيت عنده ابتسامة جميلة جدا وعنيه معبرة يعني عنيه بتتكلم قبل بقه يعني عارفة زي وشه كده بيعبر فقلت له هو مش بصدق إن أنا اللي على التليفون أكيد مفاجأة فقال لي قلت له تشتغل تعمل مسلسل تليفزيوني قال لي إيه 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 قاعد يعمل كده قلت له طيب كلمني بقى بعد ما تخلص المقابلة بتاعتك كانت مفاجأة كبيرة كانت مفاجأة فكلمني قلت له أنا عايزك في ماما في الإسم وهو عمل ابني تاني مع ياسر جلال وهذا شرف كبير كان أكيد يعني وكان رائع في هذا الدور هو وياسر جلال ودول بعتز بهم قوي وكمان اكتشفت أسماء غيرهم كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز ياسمين عبد العزيز تعطي فرص للناس آه طبعا طبعا بتحب تشوف الناس هي عم بتمثل وتكبر آه طبعا طبعا طيب أنت ساعدك حدا لما بلشت ببداياتك متل ما بتساعد الناس آه ساعدوني كتير يعني أنا في فيلم أغلى من عناية اللي ساعدني وقال أنا هعمل مهنة ممثلة كبيرة آه مرحوم المخرج العظيم عز الدين زوفوار هو اللي ساعدك أيوة وعملت دور من أصعب الأدوار إن أنا كنت كفيفة يعني من أصعب الأدوار اللي تتعامل في السينما يعني أنا وانا مش عارفة عامله زي يعني كده فهو ساعدني الحقيقة وحاجات كتيرة يعني كأنه كتير قوي يعني طبعا أنا خدت دراسة إلقة مع المرحوم الأستاذ عبدالوارس عصر فهو اللي كان بيديني الإلقة وكنت باعد أقول معاه مجنون ليلى فهو كان يعمل المجنون وانا ليلى فده أستاذ عظيم في السينما ده ساعدك أكيد بالدراما المصرية طبعا 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 طب اليوم كنت بتتوقع أنك توصل إلى هيدا الوقت يعني أنت أول ما دخلت التمثيل كنت حاطة براسك يعني كان الحلم اللي راوى ديك تحقق لا ما كنتش فكرة ما كنت متوقع لا ولذلك كنت بخاف أن يرجعوني يعني أنا كنت بدأت من كمبارس وبعدين أديك أن عمرك مش عايزة يعني أقول كده يمكن يفتكروني بصغر نفسي ولا حاجات لا أكيد بعدك صغيرة وحلوة حلوة دي مهمة قوي حلوة كتير ابتسامتك بس بتكفر حبيبي لا يعني يمكن كان عنتي 13 سنة لما لما اشتغلت مع الأستاذ أنور وجدي يعني أول شغلك كان كتير حلو يعني كنت مع مجموعة بنات وخايفة يمشيني عشان أنا عايزة أظهر أنا خايفة يمشيني يلاقيني صغيرة كده ويمشيني فكنت بستخبى وراء البنات التانين يعني أستخبى وراءهم عشان ما أقول ليش طلع عنتي طلعي بره اه فراح هو برضو اكتشف أن أنا باستخبى وجا طلعني كده وقالي تعالي تعرفت قولي تعرفت قولي الجملة دي قلت له آه وأنا معرفش أني هقولها خالص يعني فقلت له أقول إيه قال لي قولي تشرب شامباني الليلة هنم لليلة مراد آه شحر فقلت له أه هقولها فروح تطلع على كرسي كده وهي قاعدة على بار كده وقلت له تشرب شامباني قال إيه لها هنم ونزلت في الفترة دي كانوا بدون جنيه في اليوم جنيه فأنا بقى كنت ببسوطة قوي أنه قالوا لي بقى أنت النهاردة هتاخدي زيادة هتاخدي جنيه ونص فكنت سعيدة جدا أن أنا هقبض جنيه ونص طبعا أول معاش لإلك أول مرتب فروح ترايح له وبيعملوا لي جنيه قلت لهم لأ أنا لازم أخذ جنيه ونص قالوا لي ليه قلت لهم عشان أنا متكلمة بكل ساقة أيو فقالوا لي طب ادخل الأستاذ أنور طرحت الدخلاله قلت له أستاذ أنور أنا تكلمت قال لي أيو أنا عارف قلت له طب أنا لازم أخذ جنيه ونص قال لي لا المرة جي تاخدي جنيه والمرة الجاية هتبقى بطلة معايا وكنت وكنت بطلة معا وديك عمرك بوقتك كنت يعني يعني كان طبعا لما ابتدى هو كان بقيت 16 يعني مثلا كده فابتدت أبقى دمازال يعني كانت صابية حلوة يعني وأخذت أول دور بطولة معا بطولة مع الأستاذ أنور كان اسمه الأستاذ شرف كان أول فيلم لألك تاخدي بطولة طبعا فيه من خلال متابعتك للأعمال الدرامية الموجودة هلأ كانت برمضان اسم الله وهن كتار بقولوا تعدى الرقم للأربعين والسلسل يعني ما بتشوفي في حدا امتداد لساميرا أحمد بيذكرك بحالك مش عارفة فيه بنتين أنا بحس يعني مش عارفة أقول امتداد لي لكن أنا معجبة بيهم يعني أسماء أبو اليزيد مثلا في ليالي أوجيني و يعني هم اللي هم شخصياتهم وأتمنى أنهم ينجحوا وأتمنى أن يبقى لهم هم خطتين يعني هيدا المسلسل بيعني لك ليالي أوجيني متفرج عليه فيه شغل كويس قوي بطولة زافري العبدين وأمينة خليل وإنجي المؤدم فيه حاجات كويس قوي متابعة كمان أيوب لمصطفى شعبان و شوفي أنا بتابع لو شديني المسلسل من الأول أتفرج على نصه كده وبعدين أقلب على حاجة تانية عشان أتفرج رحيم بتاع ياسر جلال عشان بحب ياسر جلال قوي الأستاذ الكبير عاد الإمامة بتابعي له بس أنا مش شايفة تغيير جلد الأستاذ عاد الإمام في هذا العمل زي ما بيقولوا يعني لكن كنت أحب أن أشوف فيه ابتسامة أنا مش شايفة في العمل ده ابتسامة من الأستاذ عاد الإمامة هم عودين على ابتسامة الزعيم أيوة وأنا كمان متعودة على أني أشوفه وأبتسم معي بحاجة إلى بهذا الزمن نحن طبعا بحاجة إلى طبعا الأستاذ عادل طبعا قيمة فأنا كنت أتمنى أني أشوفه وأبتسم له رح أحكي أكتر عن أعمالك الدرامية والمسلسلات اللي صار لفترة وبعدنا لهلأ عم نستذكرها بس بعد البريك أوي مشاهدينا بريكم نرجع لكم سيد ساميرا بما أنه عم نحكي عن الأعمال الدرامية الموجودة هلأ بدي رجعك شوي للماضي لأعمالك الدرامية اللي بعدنا عنجت فعلا اللي هلأ منحب نتابعه في فيلم أنت والكبير اسماعيل ياسين اسماعيل ياس في الجيش أيوة تتذكريه أطبعا كان أول فيلم بيحضره رئيس الجمهورية الله يرحمه جمال عبد الناصر أيوة شو بتستذكر منه أيضا الفيلم بتذكر يعني ده أول بطولة ليا قدام اسماعيل ياسين واسماعيل ياسين كان ده أول فيلم من الأفلام اللي بقيت بعد كده بقيت اسم اسماعيل ياسين على كل الأفلام صح اسماعيل ياسين في القسطول في المستشفى الميانين فبقى كده على طول يعني إنما ده من أول الأفلام اللي تعملت الرئيس الراعل عبد الناصر ده كان أول فيلم يحضره فطلبوا مننا أن احنا نلبس حتى هدومنا اللي كنا لابسينها في الفيلم فاسماعيل ياسين لبس بدلة الجيش وأنا لبست نفس الفستان اللي كنت بمثل به وطلعنا على المسرح سلمنا عليه وهو طلع على المسرح يعني كانت حاجة نفتخر بيها كلنا بجدية أكيد لا شك طب ليه يقول أن المخرجين كانوا يعطوا سميرة أحمد أصعب الأدوار ليه؟ هل لأنه كانت تلقى بالمرأة الحديدية؟ لا لا أو أنا كنت لسه إنما كانوا بيدوني الأدوار الصعبة ما عاربش ليه لأن بدايتي كانت بدور كفيفة مع الأستاذ عزيزتي نزل فقار فكان يعني قالوا لك دي تعمل الأدوار الصعبة فجابوني بقى عملت دور كفيفة في خمس أفلام خمسة صوري بقى وبعدين عملت الخارصة وده كان من يعني أدوار صعبة من أعز الأفلام عندي الخارصاء وفعلا هو حلو آه طبعا يعني وخدت الجايزة الأولى عليه في التمثيل وقفت فيها 750 جنيه وميداليا دهب من الحاجات اللي أنا تفتخري فيها طبعا طبعا يعني ده أنا رحت مدرسة للصم والبكم مع الأستاذ حسن الإمام المخرج العظيم ده فحضرت معي دروس بس ما قدرتش أخد منهم حاجة غير الصوت بس الصوت يطلع من الزور آه كده خلينا بس نوضح شغلي للمشاهدين ممكن ما بيعرفوه عنك أنه بكل فيلم أو مسلسل بتقدميه بتتقمص الدور يعني إذا بحاجة تعرفي عن الخرصة بتروحي عند المدرسة بحاجة للصوت بتروحي كمان بتتعلمي كيف يغنه لأنه بتحب تمثل الدور لآخر طايف طايف متل ما بقوله بكل أطياف يعني بتحبيه يعني مثلاً فيلم الشيماء اللي غنت فيه المطربة العظيمة سعاد محمد غنت فيه كل الأغاني أنا كنت بحضر معها التسجيل في السوديو مصر بس تتقدر تفرجون أنه أنا كأني عم غني أيوة فكت بحضر التسجيل بتاعها عشان أشوفها بتغني إزاي ومخارج كلامها والوقفات بتاعتها فده خدت الشريط بعد كده وقعدت طول النهار طول الوقت ماشي في البيت بالكست وأسمع الغنوة أحفظها وأحفظ الوقفات بتاعتها لذلك كان يعني طيبين الأداء حقيقة والناس كتير قوي افتكروني أنا وكانوا لما أعمل مقابلة في التلفزيون يقولوا لي طب غني لنا غنوة من الشيماء أقول لهم أغني إيه وأنا سعاد محمد وأنا طول يعني أبقى سعاد محمد صعب جداً يعني بس لكن من كتر ما أنا حفظت الأغاني بدقة وقدتها بدقة يعني فعلاً تعبيك وأدائك الحقيقة هو اللي وصلك الحمد لله يعني الحقيقة هي اللي بتحبها الناس اللي بتلمسها اللي بيحاجة لإله الحمد لله خلينا نفتكر أنا وياكي الأزمات اللي عملها فيلم البريق تتذكرية قدي مر بأزمات لأفرج عنه هيدا الفين للراحل الكبير أحمد زكي الله يرحمه والراحل الكبير محمود عبد العزيز كمان الله يرحمه أكيد وممدوح عبد العليم مجموعة كبيرة قوي من الفنانين شاركوا فيه كتير وكاتب كبير زي وحيد حامد والمخرج عطف الطيب كان إنتاج صفوت غطس أنا وصفوت فالمفروض بقى أن احنا نعمل إيه لما حصل موافقات على كل حاجة في الأول خالص الداخلية والمخابرات وكل حاجة بعد ما خلص الفيلم عرضناه تاني على الجيش فالجيش اعترض على بعض الحاجات فيه وقال لا الفيلم ده ما يتعرضش فطبعا اتجنننا يعني بعد ما تعامل كل المجهود ده معقولة ما تعرضش والموصلين الكبار دول يعني معقول فبقى رحت بقى لوزير الثقافة كان أيامها الدكتور هيكل الله يرحمه من أعز الناس عندي كمان على فكرة يعني فبقيت مقيمة عنده مش متحركة من عنده لما يلاقي حل يعني الفيلم ده لازم يتلقى له حل مش ممكن ما تعرضش بعد كل المجهودات دي بعد كل هالطعب يعني فالنهاية فضلت محاولات محاولات لغاية ما كان المشير ابو غزالة كان هو أيامها قال أنا جاي أحضر الفيلم وحضر كل الجيش مع وزير الداخلية كان أيامها أحمد رجدي ومجموعة كبيرة قوي في استوديو نحاس في عرض خاص وحضرنا معاهم كل شوية أسمع حد بيقول من الجيش لا 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 ما لا ده ما يتعرضش لا 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 حاجات كده أسمع كده في الصلاة وأنا بقا مش أدرا أكيد عن تزعلي أكيد مش أدرا أتصور ده يحصل بعدين بقى في الآخر خالص ولع النور وخلص الفيلم من العرض راح المشير أبو غزالة قام وقال ليه ما يطاردش الفيلم يطارد أنا اتنطط بقى كانت خرحتك كبيرة أكيد بعدين قال بس بقى يعني ياريتك تكتبوا في المقدمة إنه ده غير التاريخ ده بتاع النهاردة يعني تاريخ تاني شو بتستذكر من الراحة الكبيرة أحمد زكي الله يرحمه ممس العظيم طبعا وكان أخ عزيز يقال إنه كان كريم كتير آه قوي 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 وكان يجيلي في البيت يسلم علي يعني من الشخصيات المحبوبة لنا كلنا للوسط كله بجد يعني اللي بتحبية طبعا فعلا هلأ أنتجتي فيلم تاني اسمه امرأة مطلقة خابرينا عنه شوي ليه قررت تانتاجه هلأدي جذابك؟ آه طبعا الموضوع جذبني جدا للكاتبة حسن شاه وإن نجلاء فتحي تبقى معايا في الفيلم دي يعني كانت ساعدتي لإن أنا بحب نجلاء قوي كلنا بنحبها كلنا بنحبها وإحنا يعني مفتقدين نتبقى موجودة معنا لغاية دلوقتي يعني ليه مش عارفة وآخر مرة كلمتني لما أنا كنت عاملة عرض لتبرع من هدومي لتاحي واس فكلمتني هي عشان تهنيني بالفكرة وقلت لها يلا يا نجلاء هي اسمها فاطمة زهراء أقول لها يا زهراء فكلنا كنا بنقول لها كده في الوسط غير نجلاء فكنت تبقى تحايل عليها لما كلمتني في التليفون ارجعي والنبي ونعمل حاجة مع بعض شو كانت تتقلك؟ تقول لي مش عارفة وحاجات كده أعتذر كده نضغطي وكنت أتمنى أنها تبقى في عمل جديد معايا تاني يعني دي أمنيتي الغد الوقتي كنت تشتغل أفلام أكتر هي مجدقة فتحي إنما وكان الأستاذ إذا بدك تواجهي لها رسالة اليوم شو بتقيلها لسه أقول لها وحشتينها جدا 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 زهرة وأنا بشوف أختها مونة في النادي وطول الوقت بكلمها أقول لها أقول لها ترجع فأنا بطلب منك يعني أشوفك تاني أشوفك تاني على الشاشة وحشتيني إن شاء الله وحشت الكل هي مثل ما بقوله يعني خلينا على سيرة ملابسك اللي اتبرعتي فيهم لسندوق تحيا مصر ليه فكرت بهذه الخطوة؟ طبعا بتحبي مصر كتير أنت جدا لا شك جدا ورئيسة الكبير عبد الفتاح السيسي كمان وهو كمان بحبه بتحبيه كتير كتير جدا وهي الصورة لقلكون كتير حلوة على فكرة قوي 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 ما بنساهاش اليوم ده ما بتنسيه لين معلم بي زاكرتك هالقد؟ لأنه يعني من أولا هم الشخصيات الجميلة والمتوضعة جدا والمرة دي كنت قعدة بكلمه على أخويا لأن أخويا كان سعقة زيه الله يرحمه بحجت وقعد سمعني يمكن خمس دقايق قعد يسمعني خمس دقايق وبعدين قال لي ربنا يخليك لينا وانتي أسعدتينا وكده بنساش كلامه بتحطف زي عطول بجزدانك يعني بصورة صغيرة لإله هل قد بتحبيه؟ أي طبعا أنا بحبه جدا أنه بطلب أنه ربنا يحميه ويخليه لينا ويعني شو صر حبك للرئيس عبد الفتاح السيسي عن بقية الرؤسة؟ ليه إنه محبة خاصة؟ ليه محبة خاصة لأنه هو في مواقف له يعني هو اللي أنقذنا من بعد الثورة؟ أه هو اللي أنقذ مصر فأنا دي ما بأنسهاش لأنه يعني في وقت من الأواد كنا مش عارفين نعمل إيه فهو اللي أنقذنا طبعا ومصر هي سميم أمان لبلاد العربية كلها يعني فعلا فده كفاية علينا يعني إنقاذ مصر كان إنقاذ بلاد عربية كتير حوالي دي الحقيقة دي الحقيقة طبعا أكيد دي اللي أعملها وأنا بحييه عليها وبطلب أنه ربنا يحميه ويخليه لينا أكيد الله يطول بعمر ويخليه لمصر إن شاء الله وترجع مصر هي رجعت بس ترجع أحلى من مكانك إن شاء الله يا رب إن شاء الله بوجوده طبعا أكيد تعافي لأنه هي مصر بتعتل البهجة للكل ده حقيقي يعني عجد نحن ربينا على الأفلام المصرية على المسلسلات المصرية كنا ناخد البسمة والضحكة منهم وعلى فكرة هو كمان بيحب الفن بيحب الفن أكيد لا شك وبحبك أكيد لا شك يا ريت أكيد لا شك مبين واضح من خلالي تصورة خلينا شوان نرجع نحكي عن الحملة اللي عملتيا وبعت فساتينك اللي كنت تلبسيون بالمسلسلات بالمسلسلات والأفلام يعني أنا كنت محتفظة بعت 400 فستان يوكال يعني كنت محتفظة بجلبية الخرصة والبنات والصيف على فكرة البنات والصيف ده برضو من الأفلام اللي أنا كانت بديتي بتحبيهم أه من الأستاذ صلاح أبو سيف المخرج العظيم وقصة أحسن عبد القدوس ومن الحاجات اللي أنا بعتز بيها وحطتهم في البيع وفيلم أم العروسة اللي كنت لابسة فيها في أستان الفرح حطته وقلت يعني أنا بتمنى أنه مايروحش لأنه كان عظيب على قلبك كان عزيزة على قلبي وبعدين كنت في الفترة دي بنحضر المسلسل الجديد بالحب هنعدي مع الأستاذ يوسف شعبان وأنا في الفستان ده البسته مع يوسف شعبان في أم العروسة هو أنا محتفظة بيه وأنا في المسلسل الجديد اللي كاتب عبقريته يوسف معاتي شوفي بقى بيعمل أنا مفروض مجاوزة لأستاذ يوسف شعبان وأنا وأمه كده يعني جواز أربعين سنة فبعد الجواز ده بنحتفل بقيت جوازنا كل سنة كل سنة يعني فلازم نلبس لبسنا الأديم اللي من أربعين سنة فبالبس الفستان ده وهو بيلبس بدلته الأديمة اللي اتزفينه بيها في أم العروسة شوفي قد إيه شوفي الزكرة ترجع إن احنا نعمل اللقطة دي بالحب هنعدي بنفس اللبسينة اللي في أم العروسة والكوشة اللي كنا قاعدين فيها في الفرح وإحنا دلوقتي شحلو بعد أربعين سنة بنفس اللبس وبنحتفل بيها طيب ما حزنتي لما كنت عم بيعي فساطينك تعرفي كل فستان إلو ذكر خاصة أنا كنت مبسوطة عشان كل ده رايح لمصر لتحيا مصر كل ده المصر أي حاجة مطلوبة مني اللي البلد هعملها تعاملية تنصح كل الممثلين اللي مثلك ياريت يعملوا هيدا الخطوة ياريت أفتكر فيه منهم بيعملوا حاجات بيعملوا آه طبعا شو ناوي تعملي لمصر هلأ خطوة تانية والله أنا نفسي أعمل دي تانية على فكرة أنا أقلولي يعني كان رئيس الصندوق تحيا مصر أيامها قال لي شيل عشر هدوم لأن هنعمل تاني عارض تاني في الماسة الجديدة في الإدارية الجديدة في القطين لما هيفتتحوها هنعمل عارض تاني فشوفي عشرة شليهم حطيهم عشان يتحطوا هناك مع لعبين الكورة آه حلو آه ومنهم محمد صلاح وأنا بحب محمد صلاح جدا وبتمنى له الشفا كل الشعب العربي بحب محمد صلاح نتمنى له الشفا وبتمنى له الشفا طبعا يعني فأنا كنت بطلب طول الوقت حتى أقول له أنا عايزة تيشيرت من بتوعك عشان عندي في المسلسل بحضر مات شكورة عايزة ألبس التيشيرت بتاعت محمد صلاح رح تلبسيها أنا لسه ما جابها ليش بس أعجبها طلبتيا هعجبها رح تجيبيها آه عندك إصرار عطول عم لاحظ من خلال معرفتي الصغيرة فيك بس أكيد بفتخر فيها وحتى هلأ بالمقابلة كل شي بتفكري فيه بتحصل عليه إذا كنت على حق فبحصل عليه يعني بقول أنا هعمل كده هعمل كده هقابل فلان هقابل فلان هلأدى عنديك يقين أو برب العالمين طبعا 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 اللي بتتمنيه بيصير طبعا هو هيدا يمكن نجاحك هو اللي وصلك لهون حاجة كده من عند ربنا بقى ولا إيه حاجة ربانية لأنه عنديك يقين وإيمان بربك أكيد هو اللي عم بيوصلك لهون أحلى شي بالحياة إنه الواحد يوصل للي بده إياك الحمد لله وأنا وصلت اليوم أني أحصل على صورة لإرك بفيلم أم العروسة شفتي هيا دي الصورة بقى اللي هتطلع بأم العروسة بالفيلم المسلسل الجديد المسلسل الجديد بالحب هنعدي ما زلت بتحتفظ بكل التين بكل حاجة حتى الحلاء كل حاجة كل حاجة وده بقى هنطلع كده في لقطة إنه احنا متجوزين من كم سنة من كم سنة متجوزين من كم سنة يعني المفروض هيدا عمر الصورة 40 سنة تقريبا 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 كده فالنهار ده بقى اللقطات الجديدة بنلبس نفس الهدوم في احتفالنا بعيد جوازنا نفس الهدوم نفس الهدوم هو ده طلبنا كل مرة كل سنة نعمله أفلامك كتير ومسلسلاتك ما شاء الله كتير أكيد بيضل فيه فيلم أو مسلسل بتقعد سميرة أحمد بالبيت بتختب الليل متل ما بتشوف التيفيك اليوم بتقول أنا ياريت ما عملته أيا هو لا ما فيش ما بتندمي على الشيء أبدا لا 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 لأن يعني أنا كنت يمكن عايزة أعمله يعني ساعتها كنه يطلع حاجة تانية بقى ده مش أنا بس أنا حابة أشوفه ما بندمش ما عندك ندم على شيء لا 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 الحمد لله طب بأيا الفيلم اللي عزيز كتير كتير على قلبك بتحسيه طفلك المدلل إذا بدي أقول لا ما فيه الحقيقة مش ما قدرش أقول واحد بس لأن مثلا عندي فيلم فريد الأطرش فيلم ليل وقطبان أندي له مهاشم كل فيلم هو طفل من أطفالك يعني بتعسيبينهم كلهم عائلتيك كلهم أولاديك طبعا عالم عيال عيال يعني من الحاجات اللي رائعة جدا عام جد يعني كل دول بحبهم الشايماء الخرساء كل واحد عنده نكهة خاصة طبعا على سيرة العيال خلايا نحكي شوية عن جلجلة اللي كمان تسمى المرأة الحديدية طبعا مثل ما بيسموك على جليلة على جلجلة جلجلة يقال إنها مثل أمة طلع لأمها طلع لأمها فعلا إنما هي مش مرأة حديدية ولا حاجة دي حساسة بشكل يعني أنا ما قدرش أقول لك كده يعني إذا تكلمك كلمتين وتتأثر بحاجة تلاقي دموع نازلة يعني أنت حساسة كمان عادة المرأة الحديدية بتكون حساسة يمكن بقى لكن أنا مش شايفها مرأة حديدية بجد يعني أنا شايفها رقيقة جدا وحساسة جدا الله يخليليك إيها يا رب أنا بعد البريك رح نحكي عنك مش عن جلجلة بس بعد البريك مشاهدينا بريك ونرجع لكم مع الفنان الممثل الكبير ساميرا أحمد ساميرا بدي عرف شوي أكتر المشاهدين عن ساميرا أحمد الإنسانة يمكن بيعرفوك بيشوفوك كتير بالمسلسلات وبالأفلام بس ما بيعرفو عن ساميرا أحمد اليوم بدي عرف المشاهدين أكتر عنك من خلالك ستة عادية جدا بحب الناس كلها يعني ممكن أعمل حاجات ما حبش أقولها ما حبش أعلن عن اللي أنا بعمله بتعاطف جدا مع الأطفال بتأثر جدا بالحيوانات أنا دي ساميرا بس أنا ستة عادية يعني ستة بيت عادية يعني ما بعملش نفسي فنانة ولا حاجة إنما لما بخش مكانه بيقابلوني كده بقول ياه هو أنا كده وأنا ما عرفش إن أنا كده ده الحقيقة يعني يعني ما بتحس بشهرتك ما بتحس بمحبة العالم لإليك محبة العالم لما بشوف الناس بحس بيها فعلا يعني فتلاقيني بحب جمهوري ده يمكن أكتر ما هو بيحبيني مش عارف أقولك إزاي يعني هل قد آه طبعا بعدك بتقري بتحب تقري كتير أنت آه طبعا الناس ما بتعرف هيدا الشي عنك يعني لا طبعا وبتقري لعلم النفس الحقيقة ولا بطلت هلأ لا ما بقراش لعلم النفس لكن بقرأ يعني أي قصة تجيلي أو كتاب ينزل جديد بقرأ والجرايد يوميا كل جرايد كل جرايد المنشات بالصباح وعشية بتقري الجريدة كلها بعضك لهلأ آه لغات دلوقتي بتحب السياسة آه بتعشقية يعني بعشقها إلى حد ما يعني يعني ما بحبش أدخل في الحاجات دي قوي لكن بعض يعني أقول ده مقصود بي كده وده مقصود بي كده واقعد أفسر كل حاجة فإحساسي الساعات بيجي صح وبتقري سياسة غير مصر يعني بتقري السياسة الخارجية آه طبعا الدول؟ آه طبعا عم تقري سياسة لبنان هالقيام؟ آه طبعا والوزارة الجديدة آه كمان أما ليه ربنا يوفقه سعد الحريري إن شاء الله يا رب إن شاء الله لسه ما مختارش الناس لسه إن ما شايف المجودة النواب مش الحال نتخبوا مجلس النواب طبعا أيوة مجلس النواب رئيسنا بيهبر أنا بيهبر للمرة الكم؟ رقم ستة آه الله يطول بعمره أكيد إن شاء الله يا رب أنا كنت أعرف مدمته يعني اللهم مبروك مبروك أكيد نقول لكل الشعب اللبناني يعني فعلا وأكيد رئيسنا الجنرال عون يعني آه طبعا طبعا بحييه أنا شفته هنا مرة في مصر وبحييه بقول له ربنا يخليك ويديك الصحة لأ متابعة منيح الواقع السياسي عنا آه طبعا لا طبعا لا شك يعني طيب اليوم بيخبروني كتير إنو كنت تحب الورد صح؟ آه وعندك حادثة مع الفنان رشدي أبازة تخبريني يا را آه رشدي أبازة ده مش هيتعوض أكيد مش هيتعوض لا شك بالعظماء عنجت فعلا آه أنا كنت بصور بشكله بجماله بهضامته بكل شي يعني رقيته باحترامه للمرأة وهو كان فنان حساس جدا احنا كنا بنشتغل مع بعض في عالم عيال عيال فالحقيقة ده كان اليوم اللي أنا ليه تصوير فيه أنا عندي أوضة وهو أوضة يعني كل فنان عنده أوضة بتاعته خاصة بيه يعني فكان كل يوم أنا ليه تصوير تلاقيه بقايتلي وردة في الأوضة بتاعتي ده ما بنساهاش يعني حبا بالورد ولا حبا بشو لا يعني إنه سعيد إنه بيشتغل معايا كفاية دي أحسها فعلا يعني شو حلو آه والله شو أحلى حادثة بتتذكرية بهالفيلم لا مش غير الورد لا مش فكرة مش فكرة مش فكرة إيه الشي اللي ما بيعرفوه عنك الناس كمان حبك للمقالب أيوه بفيلم أمرأة مطلقة كمان عملتي مقلب بحدا تتذكرية؟ أه طبعا من الأستاذ العظيم الله يرحمه أستاذ فريد شاوئي هو كان طالها في الفيلم جوز أختي المرحومة خيرية أحمد فقعدنا نفكر أنا وأستاذ أشرف فهمي نعمل فيه إيه تعمله إيه أه فقال لي تعالي نعمل فيه مقلب هو كان بيحكي لنا حكاية وبيقول أنا قابلت واحدة في محطة مصر مش عارف أجاية تايها فخدتها وقعدتها في بانسيون ومش عارف مش عارف دي مين بس قلت لها يا بنتي عودي هنا ولو وصي حاجة قدي تليفوني يكلميني وخدتها على البانسيون في شرع رمسيس وقعدتها هناك قعدنا نفكر أنا وأشرف نعمل إيه؟ ننطلق من هاي الحكاية فروحنا قلنا نحضر له ورقة من اسم الهرم مطلوب المدعو فريد شوئي المدعو فعلشان البنت دي عملت فيه بلاغ إيه إحنا ما نعرفهش ولا حاجة فإحنا بنصور كده جاء الأمن من برة وإحنا دينا له الورقة وقلنا له تعالى ادخل وديها الأستاذ فريد فدخل دهها الأستاذ فريد وقعد يقول أنا المدعو يعني إيه مدعو أنا فريد شاوي يعني إيه قلو مدعو حاجات كده بقى قعد يقول كده قلت له إيه ده؟ قال لي بقى يقولوا عليا مدعو أنا حاجات أنا وأشرف ما يتم الدح طبعا أكيد يعني إيه؟ قلت له خلاص يا بلبت دي عملت فيك مقلب لازم تروح الاسم لازم تروح الاسم دلوقتي بتطلع عن نفسك من المشكلة بس فأنا أروح الاسم أنا مش رايح لأ يا أستاذ فريد حسنا يجي قبضوا عليك بتعمل إيه بقى دلوقتي؟ النهاية قعدنا نهدينا دي لما لقينا بقى خلاص نهار كفاية بقى على فكرة كان خواف جدا رغم أنه هو كان خواف في العادة رغم أنه شخصيته قد دي كانت قوية يعني وشخصية قوية وكده فتوة يعني إنما يجي هنا بقى انهار خلاص انهار انهار بس فقلنا له بقى في الآخر خالص دحكنا عليك وعملنا كده يجري ورانا عشان يضربنا وحاجة كده بس وعملت مقلب بحدا تاني؟ مش فاكرة لأ بس بفريد شوئي يعني بس بتحب المقالب انت؟ أه بتحب الضحك أه طبعا قدي بتحب الحياة؟ أحبها أحبها طول ما احنا عايشين لازم نعيش الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب خليني شوي رجعك على هالمهرجانات اللي عم بتصير مؤخرا بمصر المهرجانات الفنية شو رأيك فيها؟ والله مش عارفة يعني مهرجان القاهرة كان آخر حاجة ما كانش كان نص نص ودلوقتي الأستاذة ناس عبدالدايم مسك الثقافة وأرجو أنه السنة دي إن شاء الله نعم كانت أول وزيرة ثقافة يعني وأنت بتشجع المرأة طبعا كتير يعني كان عندنا وزيرة أعلام لكن وزيرة ثقافة أول واحدة أول واحدة كانت بتجي بتشجعين هول المهرجانات الفنية؟ أه طبعا بتشجعين؟ أه طبعا بتحس الجوائز اللي عم يعطوها الناس بتستحقها؟ فيه طبعا كتير قوي فيه كتير يستحقوا وفيه ما يستحقوش يعني أنا ساعتها استغرب ما هذا اللي بدي وصل لك يعني في سعات الناس بتطلعي فيهم أنه مش جادرين بهيد الجائز اللي عم ياخدوها يعني فيه طبعا ما فيش بيزعل هون بكون الإنسان اشتغل كتير وتعب هو اللي بيستحق الجائزة وغيره عم يخده ما بتزعله هون؟ لا 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 أنا الجائزة بالنسبالي هي أجمهوري إزاي بيقابلني إزاي بقولك أنا بمشي في الشارع يقولولي قبلة وفية انت مية مية يقولولي كده يعني على قبلة وفية ديف امرأة من زمن الحب بتذكروا كل أفلامك ومسلسلاتك بياخدوا أسمائك منهم فعلا يعني شوفي بقى فاكرين الاسم رغم أنه بيكون الفيلم صار له زمان يعني زمان طبعا ما قضى عليه فترة دقريبا عشرين سنة ما هيدا اللي قلتلك يا أنا أول مقابلة أنه أفلامكم ومسلسلاتكم الزمن القديم لازلنا منستسكرة ليه هلأ ما عم نقدر نستسكر الدراما جديدة ليه شو اللي صاير مش عارفة مش عارفة هلأت كنتوا حقيقيين أكتر من الموسلين الموجودين هلأ ما احترامي لقلهم يعني بالوقت حتى لما بيعيدوا المسلسلات القديمة بعود أتفرج عليها إذا كان مسلسلات للسيدة فترة حمامة قبل حكمة يعني دي من الأعمال كده كانت لامعة بوقتك ولازالت يعني طبعا كان فيه أعمال كتيرة أول أستاذ نور الشريف الله يرحمه يعني كان فيه ست سعاد حسني سعاد حسني سعاد حسني على فكرة مش هيجي زيها تاني أبدا لا أنا علامة فارقة علامة و أنا اشتغلت معها في البنات والصيف وبعدين اشتغلت معها في فيلم امرأة غراميات امرأة ودربتها في غراميات امرأة وده كان آخر دور أعمله شريرة ما عملتش بعد كده شريرة ما حبيت يا حالك بدور الشريرة؟ علشان الناس كانت بتلومني في الشارع يعني أمامشي في الشارع ليه كده؟ ليه كده؟ عملتي كده ليه في سعاد؟ أركب تاكسي قلولي كده؟ ليه عملتي كده في سعاد؟ قلتهم والله ده تمثيل أنا مضربتها ده تمثيل يعني مش حقيقة أنا محبة وأحلف لهم كده علشان أبرق روحي بعدين قلت لأ أنا مش عامل الحاجات دي التانية خالصي يعني بعدين حتى في لما جيت عامل الخرساء أنا مضيت الخرساء مع صوت الفن صوت الفن كان مين؟ عبد الحليم حافظ الله يرحمهم وعبد الوهاب الله يرحمهم طبعا والحاجة وحيد فريد من أعظم مصورين مصر ده أكيد يعني فمضيت الخرساء ومضيت فيلم السفيرة عزيزة اللي عملته سعاد حسن حسن الإمام قال لأ ما تشتغليش حاجة تانية مع الخرساء الأستاذ عبد العزيز فهمي صاحب الشركة اللي أنا مضيت معها السفيرة عزيزة قال له هناخدها ساعتين بس في اليوم ساعتين يقول له أبدا ما تعملش حاجة جنب الخرساء لأنه كان دور صعب يمكن كده كده وأنا كنت مضيق وأخذ عربون كمان فلوس فاضطريت أقول له أستاذ عبد العزيزة أنا أسفق ويهعمل الخرساء لكن أقول لك تجيب مين بقى؟ للسفيرة عزيزة للسفيرة عزيزة سعاد حسني أنا اللي رشحت سعاد حسني في السفيرة عزيزة ورجعت العربون بتاعي وهي عملت الدور أنا لما تفرجت على السفيرة عزيزة قلت هي عملته أحسن ما أنا كنت هعمله هل قد؟ هل قد طيبتك بتخليك تحقي كل شيء؟ أه وأنا يعني هيدا بيثبت اللي قلت هي أول مقابلة لأنك أنت ما بتغاري لا لا وأنا كنت سعيدة أن سعاد عملت الدور وعملته بإتقان قلت له وبعد كده قلت لهم كده وعلى فكرة الخرساء بقى حضروا معي العرض الأول مين؟ عبد الحليب؟ عبد الوهاب؟ الحج وحيد فريد الله يرحمه أستاذ سعاد حسني فعلا هي سفيرة ورح تضلها سفيرة على قلوب الكل يعني فعلا ما رح يجي مثلا يعني حق حلعب أنا وياكي لعبة هلأ من أفلامك قولي رح أخذ من كل فيل من كل اسم فيل وبديك تحكي لنا أي متى حصل معك هيدا الشي بالواقع؟ أوكي؟ رح بليش أنا وياكي أي متى كنت حديث المدينة؟ يعني الناس تكلمت عن موهبتك والمخرجين ابتدوا يعرفوا اسمك؟ من بعد أغلى من العناية أغلى من العناية أغلى من العناية لأنه كنت دور من الأدوار الصعبة أي متى قعدتي هيك بظرف وقلتي أنا لن أعود؟ لا لن أعود بالنسبة للفن دي لأ دي لأ لا مش ضروري للفن لن أعود بموقف معي نصار معي لا في حاجات كتيرة حاجات كتير يعني ما تتعملش تاني ما أعملهاش تاني خالص أي متى رح ترحل غرامية؟ يعني زكريات جميلة مع الأستاذة مريم فخر الدين أستاذ شكري سرحان أبطال يعني ما يتعوضوش بس أنت أي متى رح ترحل غرامية عزيزة على قلبك؟ أي رحلة بروحها مع بنتي تعطي بريع رحل غرامية؟ أي متى عاشت تجربة ماما في الإزم؟ إذا كنت عايزة الحقيقة؟ عطول الحقيقة نحن على المكشوف بعيشها يعني لو حد عملي حاجة ما سيبوش أبدا؟ لا لو حد ضيقني ما سيبوش ما بتسيب حقي؟ لا ما سيبش حقي ما سيبش حقي مدام على حق طبعا وما حبش حد يجرى حد؟ ما بتحب حد رحلك؟ قدامك أه بتدافع عنه؟ أه أدافع عنه وبتخاني وكده كمان أنت بتشوفيني هادية كده لكن في الحقيقة لا بتطعصبي؟ بدرب أه بتضربه؟ أه مش باين مين المهرج الكبير بحياة سميرة أحمد؟ صفوة غطس صفوة غطس المنتج الكبير واللي طبعاً اللي عم بيساعدنا كتير بالحلقات لنتممها الحلقات من مصر يعني ده كفاية أنها اللبنان يعني طبعاً حبيبتي أنت نحنا محبكم كتير أصلاً لمين بتقولي الشيطان الصغيري؟ أو أنت قيمتك أنت هيك شيطاني صغيري؟ ما كنتش ما كنتيش؟ لا حتى في صغرك؟ لا كنتي عقلة يعني؟ ومعزلت 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 كم حاقد على نجاح سميرة أحمد من البدايات؟ لا ما عرفش ده يعني ما قدرش أقولك كم حاقد ممكن يكون ممكن لا ممكن لا ممكن لا لمين بتقولي أغلى من عناية؟ بنتي جلجلة جلجلة مين حبيب الروح؟ بنتي كمان؟ ها طبعا هي الروح والعين والفرحة والغرام؟ ها طبعا ها طبعا الله يخليك يا يا رب الله يخليك رحت قرية العشاء قبل كده؟ رحت قرية كتير يعني كلها عزيزة على قلبك بمصر؟ ها طبعا أي قرية أو منطقة عزيزة كتير على قلبك بمصر؟ كتير مصر كبير كتير ومنطقة حلوة كتير يعني يمكن بلدي بس دي بلد مش قرية يعني إلا أنت ولدت فيها أسيوت أسيوت أنا سعادية آه أنت سعادية ده السعيدة جدعان دخلتي سيرك قبل كده بتحبي لعبة سيرك بموت في السيرك بتموت في السيرك آه والله واللعبين اللي فيه واللعبين اللي فيه آه طبعا إنت حست سميرة أحمد بضياع؟ ما حستش أبدا لا أي متى كنتي آخر من يعلم؟ حاجات كتيرة بس ما بتفوتش علي بس هيجد بتنهيدي آه عشان ما حدش يقدر يضحك عليها أبدا أبدا تلاقيها بتجيلي كده لوحدها يا ورد مين يشتريك؟ الورد بيلاقي كتير أو يشتروه؟ بيلاقي كتير إيه؟ آه طبعا بتشتري ورد بعدك لهلا؟ آه طبعا لمين بتشتري ورد؟ أنا عندي بلكونة مليانة كلها زرع بتحب الزرع؟ آه بحب الزرع ولمين بتشتري ورد هلأ؟ لمين آخر مرة اشتريتي ورد؟ والله أنا ورد جالي لكن ما اشتريتوش لكن جالي لحد عندي من مين؟ والله من برضو بنت أخويا الله يخدي لك يا يا رب طيب ضد التيار؟ أنت ضد التيار شي؟ لا ضد أي حاجة غلط ضد أي حاجة غلط طب شو الغلط اللي بتلاقيه سميرة أحمد اليوم؟ ما بحبش حد يتكلم على حد طرف دي؟ آه طب حتى لو كان هيدا لحد جاي شكيلك همه؟ يعني مدايق من شخص وجاي شكيلك همه؟ لا ببقى أعرفة كده لكن ما ده حاجة ودي حاجة يعني لما قعد تشتكيلي من حد أسمعك واشوف الحقيقة فين لكن ما حبك يشتكلمي على حد مثلا حد ماشي كده تقولي عليه دفلان كذا 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 دي ما بقبلهاش ومعروف عني كده في النادي تقعدوا على التربيزة بتاعتي ما حدش يجيب سيرة حد ده دي أوامر دي أوامر آه وأنا كده فعلا ما بحبش سيرة حد حتى إذا ديقتي من حد ما بتفش خلقك لا أنا ديقتي من حد خلاص هي كده قطيع وزعلي وحش زعلك وحش يقال عنك زعلك وحش آه زعلي وحش يا بتحب كتير يا ما بتحدي عشان ببقى مخلصة جدا مخلصة جدا ممكنة ساعد جدا في كل حاجة مطلوبة مني إنما غير كده لأ ولما بتزعل سميرة أحمد بيكون موقف خياني يعني ولا كيف موقف شو لا يعني خيانة تتكلم علي أي حاجة غلطة يعني غلطات بتحصل كده ما بتسامحي صعب يعني صحيح التسامح مهم جدا لكن أروق لكن يمكن ما بتبقاش هي صح يعني الإحساس جوا يتغير خلاص بيتغير مع أنه هو الدين هو المحبة والمسامح المحبة والتسامح ما أنا بقول بتسامح لكن ده أنا بتسامح حاجات كتير قوي حتى اللي بيسرقونا في البيت بتسامح يوم بسامح عشان ما أزيهمش يعني ما أزيش حد عمرك أزيت يا حدا؟ لا ما أزيتش ممكن يتقذوا غصبا عني لكن يعني كان عندي واحدة شغلة في البيت وسرقتني بقيت أطلب من البوليس أرجوك وما حدش يزيها أرجوك وما حدش يزيها تغفري بقيت أطلب كده ما بتحب تشوفي حدا زعلين لا عنده زعل يعني لا بتساعد كتير؟ ربنا يعلم ما بحبش أقول هو يقول أنه إيد اليمين ما تعرف عن إيد الشميل بس يقول ساعات أنه لازم واحد يحكي تيشجع غيره على المساعدة لأنه لو كل واحد بيساعد بهيد الدينكين ما بيضل في لا ناس عايزة ولا ناس بيحاجة لأكل طبعا 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 أنا بتمنى ده يعني أنا أهم حاجة عندي مستشفى سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين دي أنا بتأثر بها جدا جدا عشان الأطفال فأنا عاملة هناك غرفة صدق جارية على اسمي ودايما أروح أعمل لهم أي حاجة إنما حتى أنا عملت لهم إعلان للصدق الجارية وبيلا مقدة إهداء مني ليهم مش عايزة حاجة أنا مش عايزة حاجة وأي حاجة بتتعامل في تلفزيون أو بيعرضوا علي فلوس فالفلوس دي بتروح في جهة تانية ما باخدهاش في إيدي ما بتاخدي فلوس من المقابلات أبدا لا بتروح للأطفال بتروح للأطفال والمساعدات أد ما أقدر بعمل أد ما أقدر عشان كده ما بحبش أقول ده هيدا شعارك بالحياتة والعطاء عشان أنا مبسوطة بحياتي كده ومبسوطة إن أنا عايشة عيشتي دي يعني أنا بعيشة على مستوية كده منها خلال هيدا المقابلة هالطيبة أكيد نتعلم منك كثير وطبعا نطرين مسلسلك جديد إن شاء الله عن جد فعلا لأنه اشتقنالك على الشاشة ترجعي إن شاء الله عشوفه موضوع تاني خالص موضوع حلوة قوي 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 بيعالك حاجات كثيرة قوي للبلد وللأسرة وللأم ولكل لكل حاجة رح تتطرق إلى مواضيع جديدة جدا لأنه أنت مدرسة لازم الكل يتعلم منك طبعاً يعني الحمد لله ورح نحاول نجي نصور عندكم كمان ياريت إن شاء الله يا رب آه الله بإذن الله أنا بدأت شكريك وإلى الله يخليك بصحتك يا رب الله يخليك أنا اللي بشكرك وبشكر بلدك لبنان الجميلة اللي بحبكون كتير وأنا من الناس اللي أنا لما بحب أغير جو أروح بيروت بتحبي بيروت آه بحبها جداً أنت مرأة فترة نزلت كتير عبيروت كتير كتير ولازلت مثل ما بقول آه طبعاً يعني كتير طبعاً مفيش بلد تاني بروح أقد بيروت إلا نكهة خاصة عندي آه طبعاً بشو بتشبه مصر بيروت مش عارفة يمكن مقابلات الناس آه الكرم اللي فيهم محبتهم لقلك طبعاً وكرمهم الحقيقة يعني وأكلهم آه أكلنا طيب آه معروفة عنا أكلنا طيب طبعاً طبعاً حبيبتي وأنتو أكلكم طيب ومضيفين وطيبين يعني معروفين أصلاً نحنا سقافة وحدة إخوة يعني نحنا مثل ما بقوله طبعاً نحنا أقرب بلدين لبعد يعني عن جد أكيد الحمد لله مش موجاملة يعني لا 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 إطلاقهم إطلاقهم طيب ست سميرة نشوفك قريباً بمسلسلك جديد إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله مشاهدينا لهم بتكون انتهت حلقتنا مع هالابتسام السحرة اللي نورت حلقتنا اليوم منشوفكن أسبوع اللي جاي بنفس التوقيد كمان من مصر من تورونا اشتركوا في القناة